جملة بنسمعها من وإحنا صغيرين الوقاية خير من العلاج لكن هل بنعمل كده ده المهم؟ أنك يعني تحاول تحافظ على جسمك قدر الإمكان تشرب مياه باستمرار وزي ما بنقول في الحر مثلا ما تتعرضش لأشعة الشمس المباشرة تبتدي شوف الوظائف الحيوية بتاع الجسمك إزاي تقدر تزبطها وإزاي تقدر كل ده الهدف منه طبعا هو الحفاظ على صحة الإنسان وعلى حياتك وحفاظ مهم جدا لأنه تقوية جهاز المناعة الحفاظ على جهاز المناعة بيحمل إنسان من الأمراض المعدية بيقدر يقاوم بعض الفيروسات المنتشرة لكن إزاي تقدر تعمل ده؟ إزاي تقدر تحقق الوقاية دي؟ إيه أهمية ما تقوم به الدولة من مبادرات مختلفة للحفاظ على صحة المواطنين؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي في فقرتنا من الدكتورة إيمان كامل عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية من ورانا صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا أهلا بحضرتك منوران يا فن منور بيك أهلا وسهلا في البداية إيه هو مفهوم الوقاية؟ الوقاية اللي هو إن أنا قبل ما يحصل الخطر أكون واخد احتياطاتي جميل جدا مش أستنى بما يحصل وأعمل واجهة للأزمة لا ده أنا أواجه الأزمة من قبل ما تحصل في أي شيء لكن مقاية الجسم دي أهم حاجة لأن أغلى ما منحنا الله هو الصحة فمهمة أوي فعلا زي ما بيقوله الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فإحنا مهمة أوي أن نحافظ على هذا الكنز هلس إزوالس ثروتنا الحقيقية هي صحة صحيح وعشان نتأكد من ده ربنا يحفظنا جميعا ويش في جميع مرضانا يا رب ادخلوا يوم واحد بس في مستشفى زيارة مريض ولا حاجة هتتأكدوا فعلا أن احنا في نعمة كبيرة جدا علشان في الجو ده كمان متأثرين جدا فبنحاول بقدر الإمكان ننشر هذا الوعي طيب إزاي نقدر نعمل كده فن إزاي نقدر نحافظ على صحتنا إزاي نقدر نحافظ على جسمنا الوظائف الحياة بتاعت الجسم تكون بشكل طبيعي الحقيقة حددت لنا الأمم المتحدة لكل العالم سبعتاشر هدف تالت هدف منهم هو الصحة والرفاء يعني أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يجي معاها بقى خطة مصر بقى ورؤيتها عشرين تلاتين بتتماشى مع هذه الأهداف وهذه الخطط يعني الغايات اللي احنا المفروض عايزين بنحدد من أهمها محور الصحة من أهمه مثلا تقليل عدد الوفيات في الأطفال دون الخمسة تقليل عدد الأمهات ووفياتهم ده مهمة قوي أن أنا يعني استباقيا أجهز نفسي أن ما يحصلش حاجة زي كده الأمراض اللي هي الغير معدية اللي هي بنقول عليها السرية الغير معدية دي الغير سرية الغير معدية دي مهمة جدا هي زي السمنة طبعا وهو مرض الأمراض وبيلي بقى بعضي السلسلة الكبيرة من السكر والضغط وارتفاع دهون الدم وكل ما يأتي في هذه القائمة من أمراض تقريبا 220 مرض يخلفوا بس للسمنة فدي من أهم المحاور اللي المفروض بنركز عليها جدا من مهمة قوي برضو محاربة التدخين والمخدرات مهم التطايمات بالنسبة للأطفال كل دي حاجات وقائية علشان ما يحصلش الأزمات طيب عظيم جدا مهمة برضو نعرف من حضرتك يعني السبل اللي تبعتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت في الحفاظ على يمكن حاجة ذكرت فيها أمرية معينة اللي هي الأطفال دون سن الخمس سنوات والحفاظ على الأمهات والحوامل كان إيه السبب يا فندم اللي بيؤدي لده والدولة عملت إيه في هذا الإطار إن في فترة زمنية السابقة كانت طبعا دي حاجات أيام الولادات ما كانت خارج المستشفيات وما كانش فيه التزام بالتطايمات الحاجات دي قديمة كانت بقيت خلاص لكن إحنا دورنا أنا أتشرف إني في المعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية وإحنا يعني معهد من 14 معهد في المركز القامل للبحوث فده حاجة مهمة جدا إحنا دورنا بحثي بحثي إكلينيكي ولينا دور خدمي يعني بنقدم برضو خدمات طبية من خلال الخدمات الطبية ومن خلال أبحاثنا بننشر هذا الوعي وبنعمل حاجات زي ماركرز أو حاجات دلائل حاجات تبين لنا إمتى يحصل المرض وعن طريق استخدامات كتيرة زي أهمها دراسة الجنوم المصري مثلا ودراسة بعض المواد اللي تأنتيسيبيت أو تأكسبكت اللي هو التوقع التوقع بأن يحصل حاجة قبل ما تحصل وده بقى قمة العلم وهو ده لن الواحد يستخدم أبحاثه في التطبيق أنا الحقيقة بزعل جدا لما يبقى عندي كم كبير من الأبحاث وطبعا البحثين اللي عندنا ما شاء الله إحنا أكبر معهد في المركز فعدد كبير جدا من البحثين عشان يترقوا بيعملوا أبحاث كتير وبتتنشر دولي الحقيقة كل هذا في التطبيق يعني الأبحاث حبيثة الأدراك دي لا قيمة لها يا فرحتي بيها أن هي عملة تتنشر وتتوزع ويتعملها حاجة اسمها سيتيشن أو استشهاد ودي كل ما الاستشهاده بالبحث بتاع حضرتك أكتر كل ما قيمتك البحثية تزيد مرجعية الأبحاث تانية يعني أنا كمصر استفدت إيه يعني أنا كدولة بقى استفدت إيه أنا عايزة أاخد هذا البحث أطبقه في شيء ويا سلام لو شيء كمان يلمس بقى حاجات المواطن المصري يعني حاجات زي في التغذية حاجات في مثلا تصنيع كمان يعني حاجات الصناعات الدوائية مهمة قوي حاجات تفيد تفيد المصري ويحس المصري أن فعلا في علماء بيشتغلوا وبيبحثوا عشان يخلوا مثلا يشخصوا له مرض بدري قبل ما يحصل دي بقى رائعة يعني أنا بشكر الحقيقة هنا المبادرات رأسية المبادرات دي أنا فاكرة أن بعض الأطباء يعني الطبيب ده المفروض أكتر واحد بخلي باله كانوا بيعدوا بس قدام المبادرة كده يقولوا طبعا ما نروح نقيس الضغط والسق يلاقوا عدوه والله وكانت دي البداية الحملة الحقيقة التهب الكابد الوبائي يعني الحقيقة أن إحنا قضينا عليه دي حاجة كويسة قوي فيما بعد في حاجات كتير بنكتشفها يعني مع العلم الزيادة ومع النشر هذا العلم والوعي وطبعا وسائل الإعلام لأنه نكرها ده بيفرق أو الناس دلوقتي هل كان زمان فيه تخصص التغذية العلاجية منتشر كده ما كانش حد يهرفه كان فيه بطنة يا جراح يا نسا طبيبه جراح ومولد كان أكتر حاجة يحطه ششمة في العنين ولا حاجة علشان عينيهم وخلاص على كده دلوقتي فيه تخصصات كتيرة وتخصصات نادرة ونعرف من قبل ما يحصل المرض وتخصص التغذية العلاجية إزاي أغذي المريض عشان يبقى سليم مناعته قوية وكمان علشان لو حصل مرض المشاكل ما تطلعش ولو لقدر الله حصل يعني خلاص المرض ومشاكله نتعامل إزاي بالتغذية السليمة على تقليل هذه المضاعفات طيب دكتور احنا دايما فيه جمل كده بنسمع من احنا صغيرين الوقاية خيرهم من العلاج العقل السليم في الجسم السليم لكن إزاي نفعل مثل هذه الأمور بحيث أنه أنا مثلا أنا أبقى عارف ومتأكد فعلا أنه لو ما رست رياضة فأنا بحافظ على جسم بالضبط هو أن احنا يعني التوعية دين مرة واحد أن أنا أعرف فيه ناس كثير تقولك تأخيل ما كنتش أعرف أن السمنة المهدرجة غلط مثلا ناس ما كنتش تعرف لحد دلوقتي لا لا فيه ناس كثير فيه ناس كثير ولسه مبارح حد من القامات يعني بيقول أنا بشتري حاجة معينة مكتوب عليها دهن نباتي قلت له أنا مش عايزك تاخد الدهن النباتي ده الدهن النباتي لازم يكون سائل في درجة حرارة الغرفة العادية لكن لو دهن نباتي صلب يعني زيت بقى مهدرك في درجة حرارة الغرفة يبقى صلب معنا كده إيه مع تكرار استخدامه بيعمل تصلب شرينه بيعمل أكسادة في الجسم وممكن سرطنات طب ما دي دواعي مع تقدم السن كمان تأثيره هيكون أكبر واجب بالضبط الحاجات المصنعة اللحوم المصنعة كتير الحاجات المواد زي المونو سوديوم جلوتاميت أو أحادي جلوتاميت السوديوم اللي بيبقى فيه إضافات كتير على الحاجات المصنعة الأمهات لما بتعرف ده بتبتدي تقرأ القيمة الغذائية اللي ورا كل حاجة منتج لو الطفل خد منها كتير بشكل تراكمي أكيد هيظهر عليه حاجة وبتدينا يظهر بقى حاجات زي الـ ADHD أو اللي هو قلة الانتباه وكسرة الحركة الأوتزم حاجات كتير من صعوبات التعلم العصبية الزايدة كتير السمع والرؤية تأثروا حاجات نفسية ابتدينا نلاحظ الحاجات دي طب ده كله جاي منين ابتدينا نستخلص أن في بعض الحميات الغذائية المعينة بتقلل من عصبية الأطفال وبتقلل من الناحية اللي هي الهجومية زي ايه مثلا يا فندم وهل الأمهات بقى عندها وعي بحاجة زي دي شوف حدريك أنا عن طريقنا إحنا كبحاث وكعلماء وأطباء بنحاول تمام إمتى بقى هي word of mouth أو أن أنا أنقل يعني وسيلة إعلام عيادة مركز بحثي يكون تابع لي عيادات يعني إحنا تابع لنا المركز التميز الطبي ده مركز ما شاء الله في عيادات كتير بتخصصات بأشعات بتحليل وتحليل وراسة وحاجات مهمة جدا بنعمل بقى زي awareness أو توعية للأمهات إن أنا أكلمها بلغتها أعود أكلمها بلغتها وأشرح لها هيكل إيه ويحط إيه على إيه ونبعد إيه ونقلل إيه في تغيير السلوك برضو حاجات كتير قوي بنعلمهم إزاي عاملوا الأطفال يعني الحاجات دي الحقيقة ده مكان حكومي طبعا ومن الحقيقة إن أنا أعمل ليه طبعا فخر كبير جدا إن في بلدنا فيه هذا الصرح مركز قامل البحوث ويتبعه المعهد اللي أنا الحمد لله أتشرف بأن أنا رئيس عميد المعهد معهد البحوث الطبية ودراسات الإكلينيكية بنجري فيه كل الفحوصات اللازمة كمان قبل الزواج مثلا تمام دي حاجة مهمة الطفل أول ما فيه رضاعة طبعية إزاي نعلم الأم فايدة رضاعة طبعية وتعمل إيه للطفل مثلا حاجات زي ما قلت الحركة السلوك كل الأمراض بقى كبد الدهني وانتشاره حاليا أنا بستغرب إن كبد الدهني في ناس رفيع نحيفة ليه؟ من العادات الغذائية من العادات الغذائية والدهون فإحنا بنحاول نعمل ده من خلال دورات من خلال نشارات من خلال مؤتمرات من خلال لقاءات إعلامية من خلال مجرد أن أنا أقعد مع المريض ببال طويل هي دي المشكلة برضو الوقت بقى سريع والناس بتلجأ ليه مصادر معلومات غير صحية على الإنترنت أو حاجة أو أدوية غير سليمة لسه كنت بقى رمقال عن أدوية الرجيم أو التخصيص الغير مرخصة الحقن كمان المنتشرة اللي بياخدوها حتى من غير إشراف الحقن كويسة لو مع طبيب لسه جاء الحضرة بقولك بياخدوها من غير إشراف طبي للأسف لكن جميل جداً يكون عندكم في المهد هذا الجانب الحمد لله وتحاولوا تنشوه أكثر أنا متبنية الموضوع ومركزة فيه إن شاء الله بإذن الله يكوني فائدة تنشوه أكثر وأكثر يكون فيه ترويض للموضوع أكثر على صفحتكو حتى على الفيسبوك أكيد عندكم طبع منصات مختلفة للتواصل مع الناس رقام التليفونات نتواصل مع الأمهات نتواصل مع المؤسسات والهيئات والجامعات الأخرى ما ده برضو مهم طبعاً طبعاً أمهات برضو موجودين وعندهم أطفال فإزاي قدروا يبعوهم حتى لو الأطفال طلبوا منهم أنهم مرة واثنين يأكلوا من برة ده مش معناه أن يكون ده طبيعي عشان ده لي تأثيرات إزاي يقروا الإرشادات اللي موجودة في العلبة في آخر العلبة ده ظهر البحث العيني في ظهر العلبة طبعاً مهمة قوي يعني سوق التهوية من أهم الأسباب انتشار العدوى وخصوصاً في الأطفال وفصول طبعاً المدارس داخلة فنخلي بالنا قوي أن يبقى فيه تهوية ونعلم الأطفال في المدارس إزاي العادات الصحية وحتى الكبار والله دلوقتي برضو مع انتشار الفيروسات الجديدة دي الفيروسات بقى بتتحور بتاخد شكل فإحنا ما نتخدش يعني برضو فيه نقطة بيومين دولي الناس كلها منزعجة وكده لا إحنا بناخد احتياطاتنا بس بناخد احتياطاتنا بإيه إحنا نعيش حيات صحية التهوية السليمة الحاجات اللي هي النظافة الشخصية الحاجات البسيطة بس الرواء الدائم ده لازم يبقى فيه ماء خصوصاً في فصل الصيف التغذية السليمة في الحالة دي هتبصت لقي حضرتك عملت بروتكشن أو عملت زي إيه وقاية وحفاظ على جسمك من كل حاجة المداخل كلها طب ده مهم جداً بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار كمان طبعاً بس الأطفال بتبقى جهاز المناعة عندهم قوي شوية وانتشار الفيروسات أسرع جيتي النقطة مهمة جداً موضوع جهاز المناعة ده في بعض المتخصين يقولون مش حاجة سمع تقوية جهاز المناعة ده مصطلح خاطئ المفروض جهاز المناعة بيعمل بطريقة معينة لا هو قوي ولا هو ضعيف ده صحيح؟ لا طبعاً في حاجات مؤثرات بتبقى عليه ممكن مؤثرات جينية مؤثرات بيئية ممكن حاجات كتير قوي بتأثر عليه التغذية مهمة جداً فجهاز المناعة احنا بنتولد به من الأمهات طبعاً بنصح برضاعة طبعية لشان هي دي مصادر المناعة والطفل بياخد من أمه يعني لو جالها دور برد واخدت مناعة منه بياخد الطفل هذا المناعة لكن طبعاً التغذية مهمة قوي عليها دور والبيئة المحيط عليها دور كبير احنا بنحاول طبعاً التطعيمات بناخد بالأسباب طبعاً ففي تطعيمات ضروري لأطفال تطعامها وكل أم بنصحها ان هي دايماً تتابع موجودة في مكاتب الصحة طبعاً وليها موعيد سابتة ومجاناً ونرأب الطفل يعني مثلاً ظهر أي حاجة أقلب في الجسم كده في جسم الطفل فيه زهر طفع جلجي أجي أشوف الحرارة أشوف برضو أتابع الأم النبيها بتفرق جداً بس ما تقباش أوفر بروتاكتف أو اللي هي الاهتمام الزائد عن لذوم بتبقى موسوسة لا عايزين الاهتمام بالتزان طيب عظيم جداً بالنسبة للأكل هل في نظام غذائي معين مثلاً ممكن نتابع حفاظاً على جهاز المناع التوازن اللي هو شرب الميا باعتدال علشان طبعاً الكلا مهمة قوي والإرواء وسلامة الجلد والنفس والحاجات دي وطبعاً صحة المخ كمان الصحة الزهنية والصحة العقل مهمة لها قوي الميا الإرواء من الحاجات المهمة الأكل المتوازمة بين مجموعات الطعام اللي هي الكاربوهدريتس حوالي 55% الدهون بننساها دهون صحية زي زيت الزيتون وممكن زب ده حاجة صغيرة بسيطة كده والبروتينات البروتينات مهمة لأن الأجسام المضادة كلها بروتينات مجموعة الوقاية كلها في الفيتامينات والأملاح والمعادن موجودة في الخضار والفاكهة فلو خدنا يومياً خضار وفاكهة ولو وحدتين ثلاثة هتفرق جداً كل أنواع الفيتامينات وكل ما كتر الألوان في الطبق كل ما المناعة تحسنت أو مصادر المناعة أحسن عظيم جداً إذن زي ما حضرتك قلت المسؤولة تعتبر مشترك عندنا مبادرات بتعملها الدولة وفي نفس الوقت فيه دور على كل باحثين إيه؟ ودور الباحثين طبعاً طبعاً ما فيه شك يا فامدم طبعاً وفيه دور كمان زي ما قلنا على الشخص نفسه مع الإعلام إحنا أيضين بدورنا أعتقد من خلال هذه الفقرة واضح يعني كلنا مع بعض ما هو هي الموضوع كله تكملي إحنا متكمليين لعشان في الآخر صحة المواطن المصري صح المواطن المصري أنا عايزة أقول لا يكون حريص كمان يا دكتورة لأنه أنا مثلاً كإعلام أو الدولة مش هتقوله حاولت يكون فيه تباعد بينك وبين اللي جنبك عشان يعني دي تبقى حاجة نبع منه هو والأطباء المصريين كفاءة أنا بقول الحضر طبعاً مفيش شك الأطباء المصريين كفاءة ولازم نسمع كلامهم لأن فعلاً ناس كتير بتسافر بره وبترجع تقول إيه للطبيب المصري طبعاً كل شكر لك يا فندم شرفتين ونورتين بمثورة إيمان كامل عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية شكراً جزيلاً لحضر أهلاً بحضر